بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكوا ببداية طلاب طلاب بريب تو مع حسة جديدة من حسة ساينز مع شريف الهواري. ان شاء الله يا ولاد موفقين في امتحاناتكم بازن الله. النهاردة ان شاء الله هن اعمل على طبعا احنا احنا زي ما احنا عارفين الامتحان بيختلف من مدرسة لمدرسة. بس طبعا دي الاولاق اللي اتبعتت لي من زميلكم من احد المدارس. فيها الحمد لله ايه تهائنية? افضل حاجة فيها اكبر آآ عدد ممكن من اللي ممكن تتشابه عندنا وتيجي آآ لمعظم مدارسنا. آآ فطبعا آآ المراجعة السرشادية تستفيد بيها. للي مش معاها ورق من مدرسته. لو معاك ورق من مدرستك قرنوا بالمراجعة دي. وطبعا حاولت لو هي في نفس التجارب افهمها كويس مني. وان شاء الله تعرفت اجوابها في الامتحان. آآ نبدأ اول حاجة في جلنا سؤال زي كده مسلا بيقول لك ايه? ممكن تستخدم المواد اللي قدامك دي. عشان تثبت لنا ان المية كويس. ممكن تخش المعمل تلاقي الكلام ده واقعي فعلا. تلاقي المصر حاطت لك تلات آآ كقوس كده كده. فيهم مختلفة. مين باي مصر اللي موجود فيها سلوشنز يعني بحليل. في مسلا آآ بيكر نمبر وان كونتين ووتر آآ شجر يعني فيه مية بسكر ومية بملح ومية بزيت قدامك. وبعدين انت بقى تقول له ايه? انا هكتب ايه يا مصدر في الامتحان? هتكتب له ده. بس هم دول اللي انا عايزهم منك. دول بتوعك انت. هو هيجي يقول لك في الامتحان السؤال اهو. يعني لو قالك انت اكتب فانت تبع علي. طيب ايه هو الكونكلوشن بقى تقول له ايه? هتقول لنا راحزت ان صح. زي مين? زي الايونيك كنباوند زي السالت. والكوفيلانت زي مين اللي صم بيدوبوا في المية زي الشجر. طب مين ما بيدوبش من الكوفيلانت الاويل مع الووتر. صح كده انت معي? تمام? فانت تقول له كده. انا لاحظت انا لاحظت او انا استنتجت خلاص بعد ما شفت دي. ان موست ايونيك كنباوند عند صم كوفيلانت كنباوند زي ميك هايدروجين بوند وز ووتر. لان هما بيعملوا هايدروجين بوند مع الماء. حد عنده اعتراض. كمل بقى. ولاحظت او استنتجت ايه كمان? استنتجت ان موست كوفيلانت كنباوند كانت يديزولف ان ووتر از زي كانت ميك هايدروجين بوند وز ووتر. وما بيعملوش هايدروجين بوند مع الووتر. بالضبط كده. يبقى اكتشفت ايه كده? ان فعلا ان الووتر دا يعتبر جود بولر سولفينت. ليه? لان موست ايونيك ديزولف ان ووتر. عند الصم كوفيلانت. يبقى عشان كده سموه باسم ايه? انا كده اثبت ان الميه سولفينت. طفعن ايه. الي هات الكتب ده ايه هات الكتب ها تقول له كده. ان موست ايونيك كونباوند. لطبيه السولت لهو ايونيك كونباوند القوينة لهو الشجر مع الووتر. صح كده؟ وما بيقدرش يعملو مع الميه. اللي بعد كده يا ولاد بقول لك استخدم الادوات والمواد اللي قدامك يعني يا مستر يعني لو سمعت ممكن تستخدم الحاجات اللي قدامك دي عشان تقول لي فعلا ان الميتلز بتعمل مع الاسد ولا لأ طيب ايه هي التولز اللي قدامي هقول له كده موجودة اهي طبعا عارفينها ايه كمان شريط مغنيسي ما هو شايفينه في المية ايه كمان اللي هو الحمد المتخفف بالمية اه بعد كده اللي هو طبعا عود كبريت يعني مشتعل طيب يلا نشو بقى الكونكولوجين ده اللي هيكتب برضو في الامتحان هقول له كده يعني يا مستر يعني هقول له كده اني لما عملت الرياكشن هكتبها قدامك عشان تبقى امي جي بلس اللي هو الهايدوكلوريك اسد واكتب له عسا ان هو مخفف هيطلع هي مستر هيطلع طبعا الامي جي بتطلوت الاتش زي ما احنا عارفين ويطلع الهايدروجين كده انت عملت ايه انا كده فعلا اثبت ان في ان في بيحصل ما بين الميتلز طب ايه الدليل الدليل اني تكونت ايه اولاد اه مادة جديدة اسمها مجنيزيوم كورايد اللي هو بيعمل صوت بوب ساوند اللي هو صوت فرقه خلاص يا ولاد خلي بنا بالكلام ده ده من سهل جدا كل اللي عايزوا منك انه اتقول له كده فورميشن اف ماجنيزيوم كورايد ان ده هيدروجين جاس ايفولفز ايفولفز يعني يتصاعد اتفقنا وتكتب له ام جي بلاس تو اتش سي ال ال ضايل يوتد يدينا تو ام جي سي ال بلاس اتش تو جاس ايفولفز ادي اكسب الميت تانية طيب ممكن تجي لحاجة كمان ممكن ديك حاجة كمان تعالوا نشوف ممكن يجيب لك ساستين كده واحدة فيهم اللي اتنين فيهم طبعا الترمومتر بس واحدة فيها والتانية ما فيهاش فيها هوا عادي اما هنا طيب وبعدين طبعا يا مصر انا هجيب الكربون ديكسايت جاس منين هيجيبها حاجة اسمها يا ولاد سوديوم بايكاربونيت ومية وخل فطبعا لما بيحط يا ولاد السوديوم بايكاربونيت اللي هو الكربونات ونسمع عن الكربونات اللي عندنا في البيت ده فمنحط عليه شوية خل كده يا ملفوران ويطلع على الكربون ديكسايت جاس بس كده وتعالوا حطهم شوية كده فين في الشمس وشوف مين فيه ما تبقى درجة حالاتها اعلى اكيد انتوا جاوبتوا تعالوا نشوف كده اتنين ازازة بيبسفادين زي ما تشايف كده ثيرموميترز تو سيرموميترز اهمت صوديوم بايكاربونيت ووتر اند فينيجر وبعدين ايه هو الكونكلوجين بتاعتي اه الكونكلوجين بتاعي ولاد اول حاجة هقول كده اذا مستر انا طب لو طلب مني يا مصر الابزرفيجن قبلها هقوله ايه هقوله كده مش ده انا لاحظته ان التمبراتشور بتاعة البوتل اللي فيها الكاربون دايكسايت جاس انكريس اكتبها وراي لو طلب الابزرفيجن انا لاحظت اني دي مثلا حرارتها اعلى من دي يعني مثلا لو دي ثيرتي فايف دي جري دي اعتباق مسلا هنافرت طب اي هو الكونكلوجين بقى تستنتق ايه اني نسبة يا مصر الكاربون دايكسايت جاس لما تكون كتير هترفع الحرارة ليه؟ لان هو عبارة عن جرينهاوز جاس يا رب كده نكون فهمناها طيب ممكن تجي رابعة انا عايز اتاكد فعلا ان الميتلز بتعمل مع الاكسجين هنعمل ايه؟ ايه الادوات اللي مصر هيحطها لك؟ هيقول لك يعني مخبار زوكاية كده يا ولاد بيسموه باسم جار مالو يا مستر مليان اكسجين كويس؟ اه ماشي يعني كل اللي جوا ده اكسجين جاس كل الفاطي دي هنا ده اكسجين جاس ايه كمان شريط مغنيسيب اهو هو اللي جوا ده ايه كمان؟ يعني نار لهب ومية ومحلول اللي هو طيب اي هو الكونكلوجين بتاعي؟ طبعا برضو لو سألك عليها هتقول لك كده طبعا لها بقابية كده هيتكون اه وايه بقى الكونكلوجين بتاعي يا ولاد ان انا خلاص كده استنتكت يا مستر ان الميتلز زي الماجنزيوم دي بيعمل مع مين؟ مع الاكسجين طيب تمام؟ بروفع عليك ويكون ايه؟ فورمينج بيزيك اكسجين مش هكنا اقول كده يا زمان يا ولاد في الشرح بتاعنا ان الميتل وز اكسجين يدينا متل اكسايد طب الميتل اكسايد ده بط مع المية اللي موجودة غوة هتعمل بيزيك اكسايد طب ايه الدليل؟ هتحول القرار لبلو طب ممكن نكتب الاكسجين يا مستر ادل امي جي مع الاو تو يدينا امي جي او ادل وايد بودر اللي احنا قلناه في انت هتشوف دي واجاب لك كده وحطه في فجار وحطه كده في مية او محلول محلول هتروح اييل له ايه؟ هتقول له كده لو قالك الابزيفيشن بتاعتك طيب وبعد كده ايه هو الكونكلوشن بتاعك بقى؟ هتقول له كده ان الميتال زري اكت وز اكسجين فورمين بيزيك اكسايد بيزيك اكسايد اللي هما دول اللي بيدوف في المية وتديني الالكلين سولوجن ويقولك اكتب الاكويشن هتكتب ايه طيب ممكن بقى تجلنا الاني مرز اللي احنا عارفين هدي ويقولك مسلا صورة الكائن ده ويقولك النين بتاعه طيب نوع هو اكستينكت ولا اندينجرد فالبالدي ايه يجل ده ايه ولا ادينجرد مهدد بالانقراض اما ده ديناصور فهو اكستينكت منقرد لو قالك ده هتقوله الايب سبيرد وده اندينجرد لو قالك ده اسمه الكواجا وده اكستينكت منقرد صح كده طيب منشاة ذنيم اف ايج انتكراسفاي اكستينكت او اندينجرد نفس الكلام ده الباندابير اندينجرد دوت الدودو بيرد اكستينكت منقرد لازم اكون عارفة الانواع دي اه دوت اللي هو اللي هو وحيد القرن طبعا دوت اندينجرد اما ده الماموث بيكون طبعا اكستينكت ده بيكون الماموث اللي هو ايه اكستينكت يا رب نكون اه لمينا اكبر كمية ممكنة من العليكو اولاد طبعا دول سهلين خالص دول بس اللي انتم بحتاجة تمسك القرأ وقلم كده وتفتكرهم كويس وتحفظهم كويس اه يا رب كده نكونوا في منهم ونشوف الملك بتاعنا بالكامل موجود في القناة فيه قناة مستر ساينس على اليوتيوب نستعد بقى للمراجعات ان شاء الله هنحاول نعمل حصص اه بس انا وقت مضغوط شوية بس يا ولاد ولاي دي الفكرة هحاول اعملكم اما فيديوهات وهنزلها لكم في القناة اه حل اسئلة وامتحانات وان شاء الله نحاول نعمل اه حصة بس مباشر مع بعض الكلنا ان نتجمع فيها وانحل اه الاسئلة اكتبوا لي رأيكم وانتو طلبين ايه بالزبط في التعليقات وانا ان شاء الله هننفذ انتم عايزيني كل التوفيير ديكم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته